اجرى الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية اتصالا هاتفيا مع سعادة القاضي بسام مولوي وزير الداخلية والبلديات اللبنانية على خلفية عقد عناصر مخالفة للقانون مؤتمرا صحفيا في لبنان تضمن الكثير من المغالطات التي تسيء للبحرين وشعبها وخلال الاتصال اكد معالي وزير الداخلية ان قيام هذه العناصر ببث وترويج الدعاءات مغرضة ضد البحرين عبر لبنان الشقيقة امر يسيء للبحرين وكذلك للبنان موضحا ان هذه العناصر تجمعها علاقات تعاون وتواصل مع جهات خارجية تسيء للبحرين وتقوم بالتدخل في شؤونها الداخلية واوضح معالي الوزير ان هذه التصرفات يجب ان لا تكون على حساب لبنان ومصالحه وثمنا اهتمام معالي وزير الداخلية والبلديات اللبناني بالامر وبحرصه على اتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه العناصر المخالفة للقانون واستعرض معالي وزير الداخلية ونظيره اللبناني التعاون والتنسيق الامني والسبل الكفيلة التي تسهم في تطويره ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات من جانبه اكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني خلال الاتصال حرصه على ضمان امن واستقرار مملكة البحرين ورفضه القاطع لان يكون لبنان منصة لبث الكراهية او العداء تجاه اي دولة عربية لسيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذا وقد عرض الوزير اللبناني جميع الخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية والبلديات عبر الاجهزة الامنية التابعة لها من حيث جمع المعلومات عن الاشخاص المنضوين ضمن مؤسسات او جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد اي نشاطات ذات طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والادارية اللازمة اشتركوا في القناة